طبعا بكرة في زيارة مهمة الحقيقة للرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت ومن المقرر أنه يجري خلالها سيادة الرئيس لقاءات رسمية مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وده أو دي بتعتبر الزيارة الثالثة للرئيس السيسي لدولة الكويت منذ تولي مهام الحكم وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجرالة تعقيبا على الزيارة إنها بتأتي بناء على دعوة كريمة من أمير البلاد وفي إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين خاصة في ظل الظروف الدقيقة والتطورات المتسارعة والتي بتشهدها المنطقة ده في الوقت اللي قال في سفير مصر لدى الكويت طارق القوني إنه سيتم توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين مصر والكويت وكمان أكد إن جولة المباحثات هتتناول أوجه العلاقات السنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر